إذا أحرقت نوات التمر وسحقتها أنبتت رموش العين وأحدت البصر وسودت العين ويطحن ويخلط مع الزيت ويستعمل للشعر فهو يساعد على نموه بالنسبة لنوى التمر والثعمال هيق قهوة تعتبره النشاء من أقوى المغذيات للمرأة المردع يساعد نوى التمر إذا استعمل كبخور بعد الولادة لإعادة الرحم إلى مكانه وللتخفيف من آلام المفاصل يساعد نوى التمر في تسكين آلام الأسنان وذلك بتكسير النوات وجعلها في الفم واستحلابها فتقوم المادة الموجودة فيها بالتخدير لتمييزها بطعم مر وقابض يستعمل ككحل وذلك بطحنه وتحميسه على النار حتى يسود يجعل العيون واسعة وجميلة ويقال إن الكحل المصنوع من نوى التمر يقوّر موش العين يمكن الاستفادة من نوى التمر حيث يمكن إنتاج ما يعرف ببذيل الكاكاو أو الشوكولاتة وقد أجريت البحوت على ذلك وأثبتت نجاحها عندما تم خلطه مع الآيس كريم لم يستطع من أجريت عليهم التجربة التمييز بين الآيس كريم المضاف إليه الشوكولاتة أو المضاف إليه مصحوق نوى التمر المحمص كما وفي أحد الشركات الأجنبية قد أنتجت ما يسمى الآن ببذيل القهوة بدون كافيين من نوى التمر ويستعمل بكثرة التجارب أثبتت فائدتها لمرضى السكري والوقاية من السرطان